طبعا في الوقت الذي يناضل فيه شعبنا لتأمين الاستقرار والتنظيم في شمال شرق سوريا أيضا بالتزامن مع قيام قوات سوريا الديمقراطية بحملة ضد الإرهاب في مناطق دير الزور وريف الحسكة من ناحية ومن ناحية أخرى الوضع الرهنة التي تمر فيها سوريا بشكل عام والحالة التي نعيشها هناك جهات لا زالت لم ترتوي من الدماء السورية هناك جهات لا زالت تحاول أن تضرب الاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا لغة يتوهم الناس والعالم أن أيضا ليست مناطق ليس أي من المناطق التي تحتلها نحب أن نؤكد أن هكذا محاولات أو محاولات التفجير أو محاولات استهداف في مناطق شمال شرق سوريا وفي من بجبزات التي منذ فترة لم تتعرض لأي حالة هكذا حالة بالتأكيد الاستهداف ليس موضوع شخص أو استهداف شخص بعينه لأن الجميع يعرف أن النضال للشعوب والجاجر الحرية لا يعتمد على الأشخاص نحن متأكدون أن شعبنا قادر على أن يستوعب ما يجري على الساحة السورية بشكل عام نحب أن نؤكد أن هكذا المحاولات لن تصل إلى هدفها سواء باستهداف الأشخاص أو باستهداف الأهالي محاولاتهم في ضرب الاستقرار ليست جديدة هناك جهات تحاول بشدة الوسائل أن تضرب الاستقرار وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يعاني فيها الشعب سوريا بشكل عام كما تعرفون نحن نعيش الزكرة الرابعة لتحريم دين 8 منذ التحرير وحتى الآن هناك كثير من حاولات نضرب الاستقرار وإشارة الفوضى وبس الفتن في المنطقة ما حصل اليوم أيضا يكون هو جزء من هكذا المحاولات بالتأكيد ليست المحاولة الأولى التي نتعرض فيها كشخاص لهكذا المحاولات ويمكن أن لا تكون الأخيرة لكن نحب أن نؤكد أن النضال لأجل الحرية وسير على درب الشهداء الذين نضحوا لأجل هذا الشعب وهذا البلد بالتأكيد سوف يستمر هذا النضال سوف يستمر